سجلت في العراق مؤخرا أعلى معدلات للجريمة منذ سنوات حيث بلغ عدد الجرائم خلال الشهر الماضي أكثر من ألفي جريمة توزعت بين قتل وسطو مسلح وسرقة واعتداء وابتزاز والتجار بالمخدرات وسرقة أعضاء صحيفة الراية نقلت عن مسؤولين حكوميين في العراق تأكيدهم ارتفاع معدلات الجريمة بنسب كبيرة وبيّن هؤلاء أن جرائم العصابات تسببت بمقتل عشرات العراقيين أو إعاقتهم إلى جانب خسائر مادية كبيرة تقدر بأكثر من 20 مليون دولار خلال عام 2017 من تجارة المخدرات والخطف والابتزاز والسطو المسلح والسرقة تزايد جرائم القتل في العراق لا سيما في العاصمة بغداد ومدن وسط وجنوب العراق جعل العراق يصنف دولياً كأسوأ بلد للعش وذلك بسبب كثرة العصابات المسلحة والميليشيات وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وغياب سلطة القانون وشهد العراق بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم الدولة تزايداً ملحوظاً لجرائم القتل والخطف والمساومة عليهم كما شهدت زايداً لافتاً لعمليات السطو المسلح على المنازل والمحل التجارية وكانت دوافع 90% من الجرائم التي شهدها العراق خلال الأشهر الماضية مادية تقوم بها فصائل تنتمي لبعض الميليشيات المتنفذة وتتحرك بغطاء ميليشي الحشد والأحزاب السياسية وفي ظل تصاعد جرائم القتل إلى مستويات مخيفة أصبح المواطن العراقي لا يأمن على نفسه ولا على عائلته ويرى مراقبون أن تزايد الجريمة أياً كانت دوافعها إذا ما دل على شيء فهو ضعف هيبة الدولة وغياب سلطة القانون وتفشي الفساد داخل مؤسسات أمنية وخاصة وزارة الداخلية التي اعترفت بأن أكثر من 70 ألف من منتسبيها هم من الأميين